بتعاني من الاكتئاب اكيد شفت عشرات بل مئات الفيديوهات اللي بتقولك ان الحل السحري في كابسولة فيتامين دال طيب لو قلتلك ان 90% من المرضى اللي بياخدوا فيتامين دال عشان الاكتئاب بيضيعوا فلوسهم على الفاضي في الفيديو ده هقولك الحقيقة امتى فيتامين دال يكون فعلا فعال في الاكتئاب ركز معايا عشان الكلام اللي هقوله مبني على الدراسات العلمية الحديثة خلينا متفقين ان فيتامين دال من الفيتامينات المهمة الذائبة في الدهون وانه موجود في السمك الدهني زي السالمون والمكريل والسردين والتونة وموجود في صفار البيض وطبعا منتجات الالبان والكبدة كمان وعلى الرغم من ان كل الاكلات دي فيها فيتامين دال لكن تركيزه فيها بيكون ضعيف والمصدر الرئيسي لفيتامين دال هو الشمس فهي افضل مصدر طبيعي لفيتامين دال ولكن بعد عام 1922 بقى فيه مصدر اخر وهو المكملات الغذائية اللي دايما بنفضل ناخدها في حالات وجود ناصحات في فيتامين دال لان الاكل مش هيعرف يعوض النقص ده كمان الشمس مش متوفرة في كل الدول ولو حتى متوفرة فبتكون غير مناسبة زي مثلا في دول الخليج فلذلك الحل هيكون عن طريق المكملات الغذائية ولكن بما انه فيتامين ذائب في الدهون فيفضل لما تيجي تاخده تاخده مع اكلة دهنية عشان تحسن من امتصاصه ان شاء الله حتى تاخده مع معلقة زيت زيتون لكن السؤال المهم هل فيتامين دال بيعالج او بيقلل من اعراض الاكتئاب والحقيقة انهم عملوا عدة دراسات في الموضوع ده ووجدوا ان فيتامين دال بجرعة 5000 وحدة دولية يوميا لمدة 3 الى 6 شهور بالكتير الجرعة دي بتساعد في تقليل اعراض الاكتئاب وبكده للوهدة الاولى هتقول ان فيتامين دال فعال في الاكتئاب وحتلاقي صانع المحتوى عملوا آلاف من الفيديوهاب بتتكلم عن اهمية فيتامين دال في علاج الاكتئاب ولكن زي ما انتم متعودين ده مش نهجي في فيديوهاتي فنلازم انقل الحقيقة كاملة ليك وإليك عزيزي المشاهد الحقيقة الكاملة رقم واحد مفعول فيتامين دال في تقليل اعراض الاكتئاب يكاد يكون صفر طالما انت ما عندكش من الاساس نقصب في فيتامين دال فوجدوا ان معظم المرضى اللي بيكون فيتامين دال عندهم اكتر من 30 تناولهم للمكملات فيتامين دال لم يفيدهم في علاج الاكتئاب رقم اثنين فيتامين دال ما كانش فعال الا في المرضى اللي كان عندهم اكتئاب بالفعل فمنقدرش نقول انه بيستخدم للحماية من الاكتئاب للناس اللي ما عندهمش اكتئاب رقم 3 فيتامين دال في الاكل لن يساعد في علاج الاكتئاب حتى لو عندك اكتئاب بالفعل ونقص في فيتامين دال والسبب انك لازم تاخد على الاقل 5000 وحدة دولية في اليوم والاكل عمره ما هيعطيك الكمية دي ده حتى المكملات الغذائية اللي تركزها اقل من 5000 لن تفيد رقم 4 لما عملوا الدراسات دي عملوها لفترة 3 الى 6 شهور فقط خوفا من حدوث سمية من فيتامين دال رقم 5 المصطلح الادقي ان فيتامين دال بيساعد في تقليل اعراض الاكتئاب وليس علاج دي الاكتئاب يبقى المعلومة اللي تطلع بيها كمشاهد من الفيديو ده ان ايوة فيتامين دال بيقلل من اعراض الاكتئاب ولكنه ليس علاج ولازم جرعيته تكون 5000 وحدة دولية يوميا لمدة 3 الى 6 شهور مش اكتر من كده ولازم المريض اللي هياخده يكون عنده بالفعل اكتئاب ويكون عنده بالفعل نقص فيه فيتامين دال يعني يكون عنده فيتامين دال اقل من 30 وان الاكل الغاني فيتامين دال غير كافي وحتى المكملات الغذائية اللي تركيزها اقل من 5000 وحدة دولية غير فعالة ولكن برضو لازم تعرف انك لو هتمشى على الجرعات العالية دي من فيتامين دال لازم يكون تحت اشراف الطبيب اكتب لي في التعليقات نسبة فيتامين دال عندك كام وهل شخصت بالاكتئاب ام لا وتابعني على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك حازمونير يحييكم والسلام عليكم